حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو دوتيريش الدول الغنية والفقيرة على سد فجوات الطموح والمصدقية والتضامن حين يكتمعون في قمة قاب 27 بشرم الشيخ الأسبوع المقبل وفي تصريحات للصحفيين أكد دوتيريش أنه قد حان الوقف لإنجاز اتفاق تاريخي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة تعمل فيه الدول المتقدمة على الوفاء بما قطعته من التزامات في قمة باريس لتبدل تلك الدول بهودة إضافية لتقليص الانبعاثات وخفض درجة حرارة الأرض من خلال تقديم الدول الأكثر ثراء المساعدة المالية والفنية لمساعدة الاقتصادات الناشئة على الإسراع بتحولها إلى الطاقة المتقدمة